في إطار السنة الأوروبية للتراث الثقافي 2018 نظمت السفارة الإيطالية في المركز الثقافي الإيطالي بعمان وبالتعاون مع هيئة المراكز الثقافية لدول الاتحاد الأوروبي في الأردن مؤتمراً للدكتورة لوكا بولارولو من جامعة جنيف في سويسرا بعنوان حجار الديسي مسار تراث الحضارة البدوية في الأردن عرضت خلاله نتائج الأبحاث الإيطالية في منطقة الديسي التابعة لمحافظة العقبة لغاية الوصول إلى التراث الأصيل للحضارة البدوية في نفس المنطقة وتناول المؤتمرون كذلك ما تحويه صحراء وادي رام من كنز دفين وكتابات على الجدران ورسومات صخرية وألاف القطع الأثرية التي قام بجمعها علماء إيطاليون على مدى أربعين عاماً من الحفريات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى زمننا الحاضر وهي تروي حكاية الحضارة البدوية الألفية في الأرض الأردنية كما جرى في المركز الثقافي الإيطالي احتفال بالسنة الأوروبية للتراث الثقافي لعام 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر